أزل وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إكنيون التمازيغت أو المترادفات الأمازيغية هذه الحلقة واستجابة لأسئلة متكررة سوف أجيب على بعض هذه الأسئلة بدل من حلقة على المترادفات السؤال الذي ورده بصيغة مختلفة وعدة مرة تنشدوني أكثر من مرة علاش فيه مترادفات؟ لماذا توجد مترادفات في اللغة الأمازيغية؟ وأحسبه يريد أن أقول كيف تحصل هذه المترادفات؟ فلماذا توجد؟ يختلف سؤال عن كيف يحصل هذا الترادف في اللغة هذا هو السؤال الحقيقي واستجابة لهذا سوف تكون الحلقة عن هذا الموضوع بجمع نديرها عليه كلمات مترادفة والحلقة الجيدة نديرها عن الكلمات المترادفة وهل هذه مختصة باللغة الأمازيغية دون غيرها؟ وما هي المترادفات لغة الأمازيغية؟ وهل هناك كتاب يجمع كل هذه المترادفات؟ وإلى غيره من الأسئلة طيب الترادف اللغوي لنجاوب على آخر سؤال ظاهرة بشرية موجودة عن جميع اللغة تقريبا الأصل في استخدام اللغة أن الإنسان يخلق كلمة واحدة لاستخدامها للفظ واحد يعني لتعني شيء معين ولكن كانت فيها عوامل هلبة جعلت من هذه المترادفات حقيقة في جميع اللغات تقريبا فللتقريب سوف أعطي أمثل وأهم عامل في الترادف والمؤثر الأساسي فيه هو الاقتراض اللغوي أن تدخل كلمة من لغات أخرى بسبب الاستعمار بسبب التعامل التجاري بسبب الدين أسباب كثيرة جدا جعلت من هذا الاقتراض ولم تسلم لغة من اللغات من الاقتراض حتى أن نجد الصيوطي مثلا يقول في القرآن نفسه توجد فيه كلمات بعدة لغات وأحصاها كلها وهذا تكلموا عليه كل المفسرين القرآن في كلمات غير عربية إذن الاقتراض أمر حقيقي واقع في جميع اللغات العالم فالفرق الوحيد أنك أنت في اللغة المكتوبة تستطيع أن تحسن ما هو كلماتك وكلمات اللي هي مش كلماتك دخلت على لغتك الأصلية وفي عدة طرق نعرف بها الكلمات القديمة كيف دخلت وكيف كذا ونعرف أوصولها من أي لغة وإلى آخرهم فمثلا يعني في الترادف عندنا كلمات زي مثلا المثال الآن اليوم في التكنولوجيا الحديثة كمبيوتر وهاتف أو تليفون وغير وغيرها مثلا تليفون كلمة أجنبية دخلت للغة العربية كمثال أغراء عربية حتى الأمزغية دخلت عليها التليفون التليفون هذا لها مقابل في اللغة العربية اللي هو الهاتف وفي نظري كلمة هاتف في اللغة العربية كلمة ذكية جدا كانت ممكن تستخدم بدل الهاتف وتستخدم أحيانا مثلا في الكتوبة إلى آخره ولكن في الاستعمال اليوم يستخدمه في التليفون الهاتف هو الإنسان يكلم فيك من بعيد وما تشوفش فيه في اللغة العربية وهاتف هاتف وفيه أشعار عليها وإلى آخره فهذه كلمة موجودة مع هذا الناس ما زالت تستخدم في كلمة تليفون بدل الهاتف لسهولتها وليشيوعها وإلى آخره وهذا هو مثال على الاقترار الآخر إذا الأصبح عندنا مترادف للتليفون الهاتف مترادف للهاتف في التليفون والآخره على فكرة مجمع اللغة العربية في مصر في نهاية الأربعينات وضع يخي في السبعينات أردني أنا كنت مخطئ وضع أحد عشر لفظ ليقابل كلمة هاتف عفوا تليفون وما بقي منها للهاتف ولكن وضعت كلمات كثيرة وغيرها مش شغالي بس كلمات حديثة جدا في اللغة العربية تم وضع مقابل لها بالعربية وبعضها ضاع وبعضها بقي والأخير وفيها أمثلة ذكية حنجيبوها بعدين في الاقترار علينا نقول واحدة منها مثلا كلمة قطار في اللغة العربية كلمة قطار تعني في اللغة العربية القديمة اللي هي قافلة القافلة متاع الابل فلأنها كلمة مستخدمة عفوا القاطرة أو القطار كلمة ميتة في اللغة العربية ما يستخدم بها أحد عاودوا استخرجوها من الكتب القديمة واستخدموها بمعنى القطار اللي هو فعلا يشبه نرى فيه أن هذا دكاء يعني طريقة ذكية في الاستعارة وهذا حنجوه بعدين في الكلمات الأمازيغية كذلك طيب في الأمازيغية خلينا نعطيكم مثالا كلمات المستعارة اللي أصبحت جزء من المترادف الأمازيغي وكثير من الناس ما عفت أنها مترادفة عفوا لأنها مقترضة ارطال ارطال سيل سيطن فمثلا كلمة أغانيم كلكم يعني شون هو أغانيم أغانيم القصب هذا وانستعمنوها في أشياء كثيرة جدا لو قلت لكم أن هذه الكلمة أصلا مش أمازيغي ودخلت المعجم الأمازيغي في عصر قديم جدا ومزغت بحيث يصعب حتى لغير المختصين يعرفون أن كلمة هذه أصلا مش أمازيغي أصلا سامي وعمتلة أخرى أسنوس وإلى آخر المهم خلينا الآن نرجع إلى كلمة أغانيم أغانيم هذه لها مقابل في الأمازيغية عندنا كلمة لها تاسيغت وتسيغين ولا تسيغيت ولا تسيغت وتسيغين ولا تسيغين عفوا وهذه الأخيرة مازالت مستعملة ولكن أصبح استعمالها ضيق في المجال الطبي وفي مجال النسيج وكذا تسيغت في الطب متى نستخدم مفاعل الدلالة على الجبيرة تسيغت في النسيج نستخدم مفاعلة في اللوح هذه الجبازة والأخير بالعربية وهذا انتقال دلالة طبعا وهذا مش موضوعنا سنجوه بعد شوية ولكن غير بنا نقولكم أن فيه كلمات مترادفة في اللغة الأمازيغية مش شرطنا كلها كلمات أمازيغية أغانيم وتسيغت وتسيغيت تسيغت تسيغت نفسها وألمس حتى هي ألمس اللي هي نفسها أغانيم هذه فهذه كلمة ثلاثة كلمات مترادفة في اللغة الأمازيغية واحدة منهم مش أمازيغية اثنين منهم أمازيغيات بل حتى ألمس تحتاج إلى النقاش أن هي كلمة نقل انتقل دلالة متاعها من معنى إلى معنى آخر لتعني نفس معنى كلمة القصب إذن الترادف يأتي لأسباب كثيرة اللي هو الاقتراض اللغوي أحد أسباب هذه لحسن الحظ أن هذا هو مش الغالب في اللغة الأمازيغية قلت لكم أمتلا يعطي لكم مثلا أسنوس كمثال وعطي لكم أكتوس اللي هو أموش أو أمنيش في اللغة الأمازيغية يسمى أكتوس وكاتوس اللي هي لاتينية أسنوس أسينوس وكذلك إذا ما قلنا قبل شوية أغانيم إذن الاقتراض من اللغة إلى لغة أخرى هو سبب ولو الأقل وقوعا في المترادفات في اللغة وهذا حتى في اللغة العربية تكلم كثيرين عن الألفاظ المترادفة اللي أتت لغة في المقابل يوجد فقر في كلمات فنحتاج أن نحن نخلق كلمات جديدة فمثلا اليوم في اللغة العربية كميتان يعني دي ما نعطي عمتي للعربية المزيدة بش للتقريب فاللغة العربية مثلا نجد كيميا فيزياء برلمان ديمقراطية مهرجان موسيقى هذه الألفاظ تستغرب بعض الناس يقول لك هذه الألفاظ عربية بينما هي في الحقيقة ليست عربية ولا علاقة العربية نهائيا مهرجان كلمة فريسية زيها زي صولجان وتابوت وغيرها من الكلمات كلمة فريسية برلمان موسيقى كلمة يونانية ميزان عفوا قانون كلمة يونانية ويعني كلمات كثيرة جدا الحقيقة لا تحصى والآن دخلت المعجم العربي واصبحت جزء من المعجم ولها مترادفاتها ولها دلالاتها ولها كذا وعليها نقاشات هل نتركها هل نستعمل غيرها في اللغة الأمازيغية نفس الشيء توجد ألفاظ ليست أمازيغية وأصبحت جزء من المعجم ولها مرادفات أمازيغية ونستعملهم الاثنين كمترادفات ولكن في الحقيقة الأمر هما ليس مترادفات واحدة مستعارة والأخرى أمازيغية مع أن وجود مثلا علم النفس وعلم السيكولوجيا اللي هو علم النفس عفوا وعلم الاجتماع وغيرها من هذه الألفاظ يوجد لها مقابلات في الأمازيغية ولو لم تستعمل لأنه بحق ما فيش تعليم وما فيش كده والنس ممشوش المدارس وما يعرفش هذه الكلمات نعطيكم مثال مثلا علم النفس يسمى باللغة الأمازيغية توسنيمان يعني توسنا نيمان الجيولوجيا توسنا كال توسنا نوكال علم الاجتماع توسنا قدود يعني علم أقدود المجتمع وغيرها وشخاخنا كلمات كثيرة جدا كالمجتمع مثلا أو تقدودانت للجمهورية وأقدود للمجتمع والشعب وتوماست ويعني ألفاظ كثيرة جدا 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 تستخدم الآن في الاستعمالات الحديثة لها مقابلات ولكن كذلك يوجد لها مشتقات زي مثلا وذي ربما ندير فيها حلقة على فكرة زيها زي تاسر تيت زي الألفاظ التي نستخدم فيها كل يوم وهي في الحقيقة كلمات تعتبر مستحدثة في اللغة الأمازيغية بحكم تغير البيئة والآخر يستحدثنها وأحيانا يكون لها مرادة في الأمازيغية موجود في جهة معينة وللأسف إحنا ما وصلنا شي لهذاك اللفظ قبل ما يشيع اللفظ المستحدث للحديث وهذا طبعا ندير عليه حلقة عن أصول كلمات المستحددة لنوضحها بقرية المعجم الأمازيغي وهذا ضمن سلسلة إزوران نتمازيغ طيب زي ما فيه استعارات فيه استعارات واشتقاقات الهدف منها أكيد نبيل وسامي الهدف منها هو تغيير كلمات ووضع نوع من الرومانسية في الشعر أو في الغناء أو في آخره أو أحيانا الشخص ما يعرفش المقابل الأمازيغي لهذه الكلمة فيضعم كلمة بدون أن يعرف أن هي كلمة أصلا مقترضة وليس كلمة أمازيغية فمثلا ولن يكون أدوات ولن يتحدثون اللغات والآخره يقعون في أخطاء فادحة وكبيرة فعلى سبيل المثال وهذه أخطاء لا يلاب عليها صحابة وعندي صديقي العزيز الفنان الكبير القدير أخي عبدالعشريني مثلا في أحد أغنيه يقول منذ في أحد أغنيه على أنها العالم على أنها الكون بالأمازيغية بسبب سمعها من مغنيين مثلا في القبائل اللي هم يستعيروا كلمات بالفرنسية وهو معارش الفرنسية فظل أنها كلمة أمازيغية يستخدمها أخواننا مثلا في منطقة القبائل وهي كلمة أمازيغ فرنسية مزغت من أشرها كلمة موند اللي هي جليدة لوموند والآخره وعلى فكرة العشيني باش من كترش على كلام هذا ومش الشاعر الوحيد في ليبيا اللي يقترض في الأشياء ويقعون في أخطاء فادحة مثل هذه في اشتقاقاتهم واستعاراتهم والآخره أظن يسمع شاعر يقول كازير ما شاعر آخر يقول المهم في أضفاض غريبة جدا يجيبوا فيها من تنوعات أخرى بدون معرفة أصلة عند هذه التنوعات فيحسب روح يتكلم ويجيب في كلمات أمازيغية مستحدة أو عفوا مقترضة من تنوع آخر أمازيغ في واقع الأورو هو يأخذ مقترضة من لغة أخرى وهذا ينطبق كذلك على المغنيين وعلى الشعاراء كذلك في المغرب وفي الجزائر وآخره وبأخص الحداثيين منهم على فكرة الشعر الحداثي تكتر في هذه الاختيارات إلى شكل مستهج للأسف الشديد بالإضافة هناك الاشتقاقات في غير محلها فمثلا نجد المرحوم وأب الروحي للغة المزغية في ليبيا طبعا زمان ما كان لديهم نفس الأدوات اللي عندنا اليوم الشاعر الأديب المتقف سعيد سيفاو المحروم المحروق يقول يخصد بأموسناو العالم أي الكون وهنا هو اشتق اللفظة من اللغة العربية لأن العالم في اللغة العربية جاء من المعرفة وطبعا الكون هذه كلمة أخرى اللي هي هوم وفوم ولكن هذا مش موضوعنا وهو اشتقها كما اشتقها في اللغة العربية العالم والعالم بمعنى الكون والعالم في اللفظية يعني العلم وإلى آخره فقال أموسناو بمعنى الكون وهذا حقيقة يعني واضح يعني الاشتقاق فيه أثر من معرفته في اللغة العربية ونحن لا يحتاج أصلا الاقتراض في هذه الكلمة أصلا لأن توجد كأن كلمة أماظال وتدويت وإغزور وغيرها من الألف طيب واستمر الليبيين يقولون عموسناو بدل من أماظال في بعض الأماكن وتلقاه يجي ويتحاجج أمامك ويناقش فيك بغضب وكذا كيف تستخدم أماظال وإحنا لدينا كلمة موسناو وإلى آخر يوم طبعا لا تستطيع تناقش معه لأن هذه الألفاظ أصلا خطأ لغوي وإلى آخر هم يستعيرون لحد الجنون يعني تصبح أبياتهم غريبة ومستهجة حتى في الألف طيب مثال آخر على النقل الدلالي للكلمات حتى أنها تعطي معنى آخر ويشاع ويصبح هو اللفظ ويقعد الناس يناقش فيك فيه وهو ما يحتاج أصلا للنقاش ما مثلا عندنا كلمات مترادفة للمدرسة عندنا طبعا منبوش نقوله الكلمات مثلا المدرسة تسمى مثلا في الريف تمزجيدة واضح أن نجيبينها من المسجد ونجد مثلا عندنا إخواننا في الجزائر مصرين على كلمة مثلا أغرباز الأغرباز الأصل فيها هو القادوس المكان الذي تمسح فيه لوح القرآن وهذا موجود عندنا مثلا في مظاب وموجود عند ورقلة وموجود عند نفوسة والآخر هو المكان الذي تمسح فيه وتدير فيه الطين طيب بالمية تمسح الطين ينزل لي أغرباز هذه انتقلت لتعني اسم مكان تحفيظ القرآن وهو الكتاب ومن هذه الدلالة أخذ مولد معا من الله رحمه وبعض من كتب المعجم الأمازيغي الحديد نقلوها إلى معنى مدرسة كانتقال دلالي للألفاظ فانتقلت من هذه الأشياء إلى المدرسة بينما تين ميل وهذا خطأ طبعا ولكنه أصبح شائعا وأصبحت مترادفة وأصبحت جزء من المعجم الأمازيغي وانتهى الموضوع وهذا يحدث في جميع اللغات على فكرة حتى السماع الخطأ وإلى آخره من الأشياء التي تجعل المترادفات في اللغة طيب تين ميل من نجد جت من سكن بمعنى وري بمعنى بين بمعنى وضح وهذه هي وظيفة المدرسة هي التعليم والتبيان والتوضيح وهذا سميت أقدم مدرسة في تاريخ الأمازيغ تين ميل من المدرسة الموحدين في المغرب الأقصى بتين ميل والمهم فهذا من هذا سنعتمن تين ميل بدل من تاغر باست في ليبيا طيب ما هو السبب الثاني في الترادف سبب غير السبب الأول الذي كان على الاقتراض وهناك السبب في التنوع الإقليمي وهذا هو الغالب في اللغة العمازيغية التنوع الإقليمي في اللغة في بدايتها كانت اللغة مثلا والمجتمع الصغير فالكلمات هي نفسها متداولة ما بين هذا المجتمع الصغير ولكن لما كبر المجتمع وانتقلت المجموعات إلى أماكن أخرى احتاجت مع مرور الزمن إلى ألفاظ أخرى الألفاظ هذه بدأت تشتقها من المحيطة متاعها من أشياء الأدوات التي يستخدم فيها واشتقاقها يأتي مثلا هذه تشتق من ناحية الشكل هذه تشتق من ناحية الوظيفة هذه تنقل الحق للوظيفي هذه تفعل كذا فلما يجتمعوا من جديد كل الألفاظ هذه تعطينا مترادفات وهذا لاش نحن عندنا كلمات أمازيغة لا حصلة لها مشتركة ولكن مع هذا توجد عندنا كلمات أمازيغية مترادفة واللغات كلها تشتق وتستعير وتختارع كلمات جديدة لتثري قموسها فمثال على هذا المجتمع المزيغي لما كان موحد كانوا يسمون الحمار أكرمكم الله كانوا يسمونه أهيض أزيض وزيض كما في جبن نفوسها اليوم لو سمي به الحمار فأهيض وأزيض كما عندنا أهيض أمازيغ الجنوب وأزيض أمازيغ الشمال فهذا قبل التجين لما دجنوا الحمار وأصبح على سيق بالإنسان وجوء جزء من بيئته ومحيطه اليومي الإنسان بدأ يدلع فيه يعطي فيه اسم دلع زي ما يقوله فأعطاه اسم حميمي اسم قريب إلى نفسه فأصبح يسمي فيه يلشهب لحصاء الأحمار بعد ما يسميه الأحمار يقول له يلشهب بمعنى أغيول لأن كلمة أغيول تعني اللون الأشهب بالأمازيغية اللي هو غريز أو غري فأصبح يطلق عليه هذا الاسم نسي الناس الاسم الأول أهيض ولا أزيض ولا زيض وأصبح يقولون له أغيول وأصبح هو الشاعع ويظن الناس أن أغيول هو الأصل وأي شيء آخر يعطيه مترادف له والعكس هو الصحيح وهذا ما يقول لكم هذا ما يكون اسم حميم ملتصق بالإنسان هذا بالنسبة لأغيول اللي هو لونه الأشهب نجيبه أمثلة أخرى من الحيوانات المدجنة وأمثلة كثيرة الحصان مثلا الاسم الأصلي متاعه أيس أضيف على أن نجد له مترادف أقمر أقمر لأنه مخصص للصيد يقمر يقمر اللي هو صادة وأضيف إليه أوريس اللي هو اسمه اللي هو عفوا لونه لونها الأحمر وهو اللون الأحمر الجميل هذا اللي فيه اللمعة الذهبية هذا يقولون لها في العمزيغية أوريس وأضيفت أسماء كثيرة أصبحت مترادفة بسبب وظيفة أو شكل أو لون مثلا أيدي في جزء من جميع نفسها يقولون أيدي وأيدي إلى آخره بالتجديد هي الأصح لأنه إذا ما قلنا في واحدة من الحلقات ففي حالة الكلب كذلك في نفسها نقول أيدي أيدي وأيدي كما في زوارة ونقول أغرزول طيب الأغرزول هذه منينجت نعتبرها نحن اليوم مترادفة صحيح ولكن هذا الكلب مخصص للصيد وأوسكاي هو المخصص للرعي وغيره من أسماء الكلب وهي كبيرة كثيرة من وأصبحت تضافي للإسم الأصلي وأصبحت مترادفة ودخلت المعجر مترادف وهذا لا يحصل فقط في الأمازيغية وفي جميع لغات العالم المترادفات هكذا تخلق هكذا توجد أنا لا أقول أن هذا خطأ وأن هذه ليست مترادفة ولازم لاحظة في واحدة والثانية لا أنا أقول كيف تخلق هذه الكلمات المترادفة إذن التنوع اللغوي والجهوية تثري المعجب بالمترادفات اليوم لما جئنا لتوحيد المعجب الأمازيغي وجدنا لدينا ثراء كبير جدا جدا لغوي بسبب محمد عبد الجابري أظن اسمه نقد العقل العربي فيه قسم خاص عن كيف خلق المعجب العربي الأول هو صحيح مش متخصص لغوي ولكن هذا داره بطريقة أدبية وأسلوب جميلة بيينك كيف المعجب تجميع جميع اللهزات هذا وارد وهذا حصل في جميع اللغات وحصل في اللغة العربية كذلك لنكم تعرفوا في المدرسة عشان نضرب فيها في مدرسة الانجليزية الفرنسية طيب فتنسي الكلمة الاصلية مثل قلتك بشوية وتبدأ طيب ما هو السبب التالت للترادف التطور التاريخي للكلمة فنجد مثلا كلمة بمعنى معين وبسبب شكلها أو وظيفتها أو شكلها والفعل كذلك كمثال تتطور لتعلي معنى معين آخر فمثلا في حلقة زران المتماسيق تجدون كلمات كثيرة من هذا النوع ففي الحلقة الماضية على سبيل المثال بس ذكرت اسم المقص المقص اللي هو يسمى مثلا في بعض التنوعات أوزل وهذا طبعا كونه صنع من الحديد وهو أكيد يعني الطريقة القديمة في الصنع إلى آخره فسمى أوزل توزلت إلى آخره وهو من المعدى المصنوع منه فسمى به ويسمى مثلا في نفوسا واغدامس نفوسا قديما واغدامس وكذا تميطاز ويسمى مثلا تمكراد هذا ذكرت في الحلقة اللي فاتم من الفعل الكرد وهذه سببها أن الأمازيق في فترة من الفترات لما كانوا مجتمعين ما احتاجوش لكلمة مقص وربما حتى لم توجد أصلا المقص لم يوجد ولكن احتاجوه لما انتقلوا إلى ماكن مختلفة فكل واحد أعطاه اسم دلالي جديد فيه اللي اخداه من اللغات الأخرى واستعاره زي ما هو زي كلمة تميطاز وفيه اللي أعطاه اسم دلالي بالطريقة اللي صنع عمي فسمى أزل وفيه اللي سمه تيمكراد اشتقى بطريقة جميلة جداً من اللغة العمازيغية اللي هي فعل القص والكشت وإلى آخره إذا بذكرنا في حلقة إزولان التمازيغ إذن الانتقال الوظيفي الاستعارة الاشتقاق بحكم الابتعاد خلق لنا هذا الترادف الحقيقة اللغة يعني الانتقال والاستعارة الوظيفية والأخير هو الأكثر وتنوع ووجوداً في اللغة الأمازيغية وهذا حنديل حلقة بإذن الله في يوم الأيام وهو الأقرب لروح اللغة الأمازيغية على فكرة والتحول الدلالي وهذا طبعاً يعني يستخدم كذلك بكثرة في اللغة الأمازيغية الحديثة المطولة مش قلنا بكري أغرباس تحول مجالها الدلالي لتصبح في نهاية تعني المدرسة تسرامت مثلاً في المدرسة نفسها تسرامت اللي هي النجارة هذه النجارة اللي يقولوا فيها تسرامت اللي هي كلمة متحولة أصلاً موجودة تسرامت آلة حادة صغيرة تستعمل لنقش الخشب يجمع اللي ينقشوا في الخشب عندهم تسرامت آلة خاصة بهذا فانتقلت الدلالة متاعها من آلة نقش عند النقاشة إلى آلة حادة صغيرة لبري الخشب وأصبحت البراية أو النجارة في المدرسية مثال في المدرسة كذلك تيفلت الخشب المسطحة والملسة والموضوع بشكل مستطيل وعلى آخره أصبحت تعني الصبورة الأمثلة لا تحصى وأفضل من استخدم التحول الحق للدلال للكلمات في اللغة المازيغية بتوسع وبتخصيص هو الأستاذ الكبير والأب الروح اللغة المازيغية المعجمية الأستاذ مولود معمري محمد شفيق استخدم أقل منه بكثير هذا لأن محمد شفيق اعتمد على ألفاظ أصلية ولم يسعبش تاتررت استخدم الاستعارة من التنوعات الأخدار تغيير الدلال استخدم ألفاظ كثيرة أشياء كثيرة جدا وأحيانا يقترض حتى الاقتراض مثلا المنهج المدرسية في ليبيا أو ليس المنهج المدرسية عفوا بعض الكتاب الليبيني اليوم لم يكتبوا كتاب نحو ما زالوا يستخدمونها في ألفاظ مثلا أنتي وألفاظ مثلا أمال ولا إيمال ولا مال ولا لي هو اللي هي كلمات غير أمازيغية أصلا لدينا كلمات أمازيغية يعني أنتي من الأنت ومال من الميل اللي هو المذكر المذكر المؤنت بينما في الأمازيغية عندنا هذه الألفاظ فما زلنا نلجأ إلى الألفاظ القديمة اللي استخدمها مولود معمري مع أنه لو هو موجود معنا اليوم لا تخلى عنها وأخذ الألفاظ اللي نعرف أنه موجودة في الأغلاميزيغية نفسها فعليتي حال مولود معمري استخمر هذا بكثير في الكلمات وأعاد استخدام الكلمات التاريخية الأمازيغية ووظفها في موظيفة جديدة باش ما نكملش كلامي من غير ما نقول هادي أنا اذكرت قبل شوية أموال التمازيغ تاترت كلمة أموال مفهومة أي واحد يقدر يفهمها أول هو الكلام وأم اللي هي السابقة فأصبحت منها المعجب طيب مع أنه تمولت ربما تكون أكثر توفيقا لأن تولت هي مفرد الكلام ولكن خلينا منها هذه فالقاموس مثلا هذا اسمه المستحدث بينما تاريخيا نجد كلمة أمازيغية اللي هي كلمة أموال تستخدم بمعنى حق للفروسية أو حتى الحق العموا للخيل للآخره فكلمة أموال موجودة مستعملة من قرون في اللغة الأمازيغية قبل استحداث كلمة أموال بمعنى المعجب ولكن أصبحوا هذه الكلمتين ما يسمى في علم اللغة الفونيم بمعنى كلمات تحمل نفس اللفظ وهوموفونز وفي العربية تسمى الجناس أو الجناس التام تكون اللفظة نفسها بالضبط بينما تعني معنى المختلفين وهذا بندير عليها حلقة ولا أظن أي أحد هم رأكتب عليها ولا أتكلم عليها وأنا جمعت عليها ألفاظ كثيرة جدا وأمثلة كثيرة جدا في اللغة الأمازيغية طيب أحيانا نكون مرغمين لاشتقاء كلمة جديدة ونحتاج إليه بحكم التطور الحياة والآخرية وجدودنا حتى هم اشتقوا واستخدموا كده اليوم عندنا يعني عندنا مراجع لغوية كبيرا مع المركة التقافة الأمازيغية عندنا المحافظة السامية الأمازيغية عندنا الإنالكو عندنا مؤلفين معينين عندنا المركز اللي بالتقافة للدراسات الأمازيغية وغيرا وغيرا هذه من المفروض ما ننطبهم لما هم يخلقوا هذه الكلمة الجميلة ويحدثوا المعجم وإلى آخره ويطور إلى لكن الأفضل من هذا كله لو اجتمعوا كلهم وكونوا هيئة واحدة حتى عن بعد تشتغل على توحيد المعجم الأمازيغي في الدلالات والألفاظ والاشتقاقات وإلى آخره وهذا هو هدفنا من هذه الحلقات هو تنبيه كل الجمهور الأمازيغيين وتوعيتهم وتحبيبكم أنتو في هذا العلم حتى تخلوه كعلم وليس مجرد عمل هكذا جانبي وفي على ايتيح يعني توجد مشتقات حديثك جدا دخلت المعجم الأمازيغي ونحن محظوظون عندنا أساتدة زي مولد معمري وهو الأب في هذا كله وغيرا 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 من المؤلفين الأمازيغ اللي هم قدموا الكثير الكثير كثير في المحاق للمعجم الأمازيغي ونحن مدين لهم جميعا ففي نهاية الحلقة هذه نبدو أنهج خلقة مش إزوران المعزيغ ثانية حلقة هده هي حلقة إيكنيو والمعزيغ اللي هي المتعاليفات كلمة إيكنيو نفسها انتقلت دلالتها من معنى التوأم المتشابه المتشابهين التوأم في الإنسان وغيرها إلى المتشابهات في الكلمة فأصبحت إيكنيو والمعزيغ يعني المتشابهات في اللغة العمزيغية في العربية استخدموا كلمة حديثة حتى هي في المترادفات في اللغة العربية كلمة حديثة المترادفات من الردف وهو التعاقب ولا أدري سبب استسمية الكلمة بالتعاقب أو الردف اللي هو الواحدة بعد الثانية وهم أدرى بلغتهم ولكن في العموم حتى الألفاظ هادي والألفاظ النحوي والآخرين كما ذكرنا سابقا كلها ألفاظ مستحدثة وستحتاجنا إلى إضافتها إلى المعجب وبحكم أن عندنا أكثر من مجمع لغوي أمازيغي كل واحد يشتقها وغالبا كلهم صحيحة غير الإشكالية أن كثرة المجاعة معاجم تخلق مترادفات نحن لسنا في حاجة لها في الحقل الدلال اللغوي في اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وكل اللغات الأوروبية يستخدمون الألفاظ اللاتينية ولهذا تجد الألفاظ النحوية في كل هذه اللغات مثلا يستخدمونها grammar 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 إلى آخره في كل هذه اللغات هي نفس اللفظ male female I don't know verb noun كلها تستخدم نفس الألفاظ إذن يجب أن يكون هناك عجب معجب موحد أمازيغي بعد أن توحد كل هذه المعاجم الموجودة في كل دولة إلى مكان واحد لتعجي من الأولى تنمير تنون وتحياتي إلى حلقة أخرى إن شاء الله من بيش نطول عليكم موسيقى موسيقى